عايزين بقى نروح ليه برضو ترابب نتكلم على الايقونات المرة دي بقى ايقونا مصرية بشكل عام هتنكلم شوية عن محمد صلاح لان طبعا الجدل حتى هذه اللحظة مازال مستمر حول فكرة ان محمد صلاح هيروح الدول السعودي لا ده مش هيروح الدول السعودي انبارح الحقيقة كان فيه رد حاسم من رامي عباس وهو وكيل اعمال محمد صلاح على انباء انتقاله لنادي اتحاد جده السعودي ده طبعا بعد ما مجموعة تقارير صحفية السعودية قالت ان اتحاد جده عرض على محمد صلاح الحصول على 180 مليون يورو لمدة موسمين يعني طبعا برضو الارقام دي اكيد تخلي الناس كلها ايه تتساءل يا ترى حيبقى ايه رد فعله ايه رده المهم بعدها بشوية في احدى الصفحات التابعة لليبربول على تويتر كتبت وقالت صلاح منفتح بنسبة 100% على الانتقال للمملكة العربية السعودية في المستقبل لكنه يرويد الانتظار ورؤية المشروع قبل حسم قراره في العام المقبل وانه ملتزم بعقده الحالي مع ليبربول والباب مغلق هذا الصيف طبعا بكده يكون رامي عباس يعني كسر حاجز الصمت على كل الكلام اللي كان بيتردد مؤخرا وبالمناسبة هو محمد صلاح في هذا الامر مع اي شخص اخر طبعا صلاح مرتبط بعقده الحالي مع ليبربول والممتد حتى نهاية 20-25 وطبعا بيستعد حاليا كمان لبداية النسخة الجديدة من الدوري الانجليزي الممتاز بعد ايام قليلة من الان يعني لما فتحنا الملف ده تقريبا وسمعنا بعض الاشعاعات وبعض حتى المواقع الخبرية تكلمت الالكترونيا يعني كنت انا وانت بنعلق حتى الضيوفنا كانوا كلهم نفس الرأي في استبعاد كبير ان محمد صلاح ممكن ياخد الخطوة دي دلوقتي امر بديه اعتقل بشكل كبير جدا نمار برضو لما طرحنا اسمه مبارح برضو انا استبعد نمار بصراحة نمار برضو سنه صغير قدامه فرصة طويلة وسنوات طويلة انه هو يقدر يحقق العديد من الامور سواء في اوروبا او في مناطق مختلفة لكن مش حاليا في الدوري السعودي ده يعني ده رأيي او انا حميل لهذا الرأي خلينا نقول فحيبان على كل حال بس هو الارقام الضخمة دي الارقام الضخمة دي انا لأ هو اللي صدمني الوحيد مي بابي لما تتكلم عن 600 او تقريبا ما يقرب من 700 مليون اه وفي موسم واحد وفي موسم واحد يورو طبعا ايه ايه الارادة دي يعني ايه الارادة دي تقولي لأ العرض زيدة ازاي هي صعبة ما نتعرف بص يعني لا حسابات بس طبعا ده من العروض اللي هي مفروض ما بتترفتش ده خيالية ده بالعروض الخيالية وبعدين يعني فعلا عايزة ايرادة من حديث وبعدين بصي اصل الموضوع ده هتلاقي ناس تقولك ايه ما هم مش نقصين فلوس فبالتالي مش حيسين لعابهم قوي لأي عرض مهما بلغت درجة سخاو وفيه وجهة نظر معاكسة ان البحر يحب الزيادة مهما زي يعني حتلاقي ناس مايالك كده وناس مايالك اشتركوا في القناة